الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينيتش مجازن أخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم افتطح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020 واتفقد الرئيس معرض المؤتمر الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية كما التقصيسي على هامش فعليات المؤتمر رؤساء شركة شلمبورجي العالمية وبيكتال الأمريكية فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم للبريطانية أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش شمال سيناء وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم العثور بحوزة العناصر التي تم استهدافها على عدد من الأسلحة والعبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة وأكدت الوزارة استمرار جهودها المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيلة من مقدرات البلاد نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة مجلس النواب بأغلبية 63 صوتا من أصل 84 نائبا وحجب 20 نائبا ثقة عن الحكومة في حين امتنع نائب واحد عن التصويت أعلن الجيش السوري أنه سيواصل الرد على ما وصفه بهجمات قوات الاحتلال التركية وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية أن الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب ولن تثني الجيش عن متابعة أعماله القتالية في إدلب وحلب لتطهيرهما من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق على امتداد الجغرافية السورية أفادت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا وقال ديبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات بشأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع أصدر الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين مرسوما بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية خلفا للشيخ خالد بن أحمد الخليفة كما أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بتعيين الشيخ خالد بن أحمد مستشارا له اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب وطلب بجهد دولي لمنعها من اختبار الصواريخ باليستية وفي تغريدة له على تويتر قال بومبيو إن طهران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية مشددا على أن تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1110 وفيات في تلك الأثناء وصل وفد دولي من الخبراء تابع لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين بهدف دراسة مصدر الفيروس وآثاره مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار للمزيد تابعونا دوما على extra news.tv شكرا لكم